نبدأ بدكتور طارق دكتور طارق لو حبينا نحن نضع بلورة مركزة للدور المصري على الأقل في الجونة الأخيرة جميل تحية الحضرات تكسيات النائب والأستاذ الإسلام طبعا الدور المصري دور راسخ وواضح ومنذ اللحظة الأولى على مسارات متعددة سواء فيه مسار تقديم المعونات الإغاثية بشكل يتناسب مع حجم الاحتياجات والمعاناة في قطع غزة فيه مسألة تقديم أفكار وأطرحات فيها عناصر المرونة التي تستطيع أن تخفف التصعيد في نهاية المطاف وصولا إلى المصار التسوية السياسية الشاملة باعتبرنا الرئيس السيسي منذ لحظة الأولى أكد أن ما حدث عمليات السابع من أكتوبر ما هي إلا عرض لمرض والمرض والأصل الجذر المشكلة هو الاحتلال هو الاستيطان فأتصور أن كل هذه المصارات تسير فيها الدولة المصرية حتى أن مصار رغم الظروف الاقتصادية للدولة المصرية يعني 70-80% من المساعدات تقدمها الدولة المصرية فمصارات وتوجهات الدولة المصرية واضحة وكاشفة وبمثابة نور فيما يتعلق بهذه القضية المزمنة قضية العرب المركزية الأولى وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية وضرورة العمل على حفظ السلم والأمن الدوليين بعيدا عن المزايدات بعيدا عن المتاجرات يعني مصر لا تريد إشادة ولا تريد تصفيقا وإنما مصر يتطلع بمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والسياسية والقانونية وتسير دائما في هذا الضرب وتلك الأنصاق المتوازية بعيدا عن أي طرهات أخرى والطرهات كثيرة كما سنتعرض في الحلقة بإذن الله